أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية من هو الذي ساهم في نقل الرئيس الجزائري من مطار بوفريك إلى كولونيا الألمانية؟ ونحن قد كشفنا المستشفى وكشفنا الكثير من مصدر في قلب المستشفى إذ هناك حراسة نادرة للغاية وهناك لأول مرة المخابرات الألمانية بالإضافة إلى وجود أمريكي هذا الذي هو مؤكد وقلنا على تواجد دكتور لم يتدخل مع الطائرة التي قدمت من بوردو إلى بوفريك من أجل نقل الرئيس لكن المستجد هو تواجد طائرة عسكرية فرنسية لم يسمح لها شنجريحة بالدخول مع الطائرة أو الهليكوبتر المؤهلة لنقل الرئيس هذه أولاً ثم ثانياً أنه لم يصحب معه زوجته التي ظهرت في الاستفتاء وليس معه عائلته وبالتالي كان هناك إشراف مع الطاقم الطبي الذي مصحوباً بضباط جيش يعني المخابرات العسكرية اليوم تدافع عن رئيسها وهو وزير الدفاع في نفس الوقت وبالتالي فالجيش أقوى اليوم بالدفاع على الرئيس إلا بعد الصدمة التي حدثت مع الاستفتاء الصدمة التي وقعت للرئيس هو معرفة النتائج الحقيقية ما سمي في ما سماه رئيس السلطة الانتخابية الجزائرية بالسوسة التي تحكم الجزائر اليوم يخاف منها الرئيس نفسه وبالتالي فإن عملية المصادقة على الدستور فيها نظر لذلك فهذه المسألة أو هذه الخطوة غير قابلة للتصديق غير قابلة للتصديق من طرف الرئيس ليس فقط لظرفه الاستشفاء إنما للمدة التي قد يستغرقها التوقيع بعودته إلى الجزائر من أجل تنفيذ هذا ثم العودة إلى باقي الاستشفاء وهذا لم يتمكن منه إلى الآن الرئيس لن يتحرك إلا في حدود العشرة أيام القادمة يعني في حد أقصى هي ثلاثة أيام بحلول الرئاس السابع إلى حدود الثاني عشر من نوفمبر في هذه المنطقة ممكن للرئيس ونتيجة الخبرة الطبية يمكن وداخل معالجة عالية يمكن رجوعه إلى الجزائر لكن إلى الآن غير مسموح به إلى حدود يوم السبت القادم وبالتالي فإننا أمام ترتيب آخر في حدود من هنا إلى سبعة نوفمبر قد تسمعون الأمر بأن هناك انتقال يريد الوفد الجزائري أن ينقل الرئيس ويعيده إلى الجزائر لكن الطاقم الطبي الألماني يرفض ذلك البتح وبالتالي فإن هناك دقة في إعادة الفحوصات مرة ثالثة وبالتالي فهناك معطيات كثيرة سنكشف عنها في فيديو مستقل مهم عندنا اليوم هو بالنسبة لما قامت به فرنسا بالنسبة لنقل الرئيس لكن المدقق والذي نكشفه بأسرار شرقة وسطية هو الوساطة السعودية لتأمين هذا الانتقال فبالنسبة للاتصالات التي جرت أجرتها الإمارات من جهة وأجرتها السعودية من جهة ثانية لدفع الفرنسيين للاتصال بالجزائريين فالجزائريون لم يتصلوا بالفرنسيين وهنا يمكن القول والفصل في هذا القول هو أن الفرنسي لم يقترح نفسه اقترحه وعبر السعوديين بالأساس وهذا معلوم لأن الفرنسيين هم الذين يشرفون على نقل أمراء سعوديين وكانت لديهم أصلا هم لديهم خبرة في التعامل مع كوجارسكو وبالنسبة لل H135 SAMU فأيضا بالنسبة للنقل فهذه المروحية هي التي قامت بالعملية لكن بالأساس هذه هل هي التي صحبت أم لم تصحب هذا فيه سؤال لكن ال H135 هي التي قامت بقرار من ووساطة من السعوديين باتصال الفرنسيين مع الجيش الجزائري لنقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا كان مهما أن يكون الاتصال عبر الألمان وهم الذين أيضا اقترحوا أن تكون هناك الطائرة التي تنتمي إلى العسكرية وهي أصلا مع ريزيليونس يعني أنها منذ 25 مارس بدأت ريزيليونس في تقديم هذه الخدمة لكن هذه الخدمة أكثر تفوقا مما كان يعرفوه أن هذه الطائرة التي نقلت الرئيس كانت بأعلى جهوزية وكان معول عليها أن تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن في آخر المطاف اتفق الجميع أن تكون في ألمانيا باختيار من الشخص نفسه من الرئيس نفسه لكن المهم في كل هذا الفيديو هو ثلاث معلومات مركزية هو التدخل السعودي في نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا ثالث مسألة هي عودة الرئيس للمصادقة على الدستور لن تسمح به الظروف وبالتالي فمسألة عدم المشاركة بكثافة على الدستور قد يدفع إلى تجديد مسودة أخرى أو العمل بطريقة ما وهذا قد يدخل الجزائر في نظر البعض في طريق مجهول ولذلك فالمصادقة أولى وبالتالي فحياة الرئيس هي الأهم إذن العودة هي بين سبعة واثنى عشر لكن حسب التطورات الطاقم الألماني واضح جدا بعدم السماح بنقل الرئيس إلى أي اتجاه آخر ولا يمكن توقيع الدرافت أو المسودة بعد المصادقة عليها ولو صادق عليها الشعب من فوق أراضي أجنبية وبالتالي فلا زال الدستور اليوم غير مصادق عليه وعلى الرئيس أن يصادق كذلك الشأنه بالنسبة لباقي الجهات المختصة وذات الصلة إذن المسألة بالأساس هذه نقطة في عودة الرئيس هناك نقطة ثالثة يعمل عليها الجميع هي في انتخابات مبكرة هذا الذي ناقشه ماكرون مع ترامب على الأقل في قبل يعني مباشرة بعد نقل الرئيس فأصبح هناك العملية هي المساعدة على انتخابات مبكرة النزيهة في الجزائر وهذا أصبح طرحا واضحا جدا يعني أننا لا يمكن ترك الجزائر للفراغ يعني مباشرة في حال وقوع أي شيء فإن هناك انتخابات مبكرة لن تكون هناك إلا الدعوة الفورية إلى العودة إلى صندوق الاقتراع لأن السلطة الوطنية أو السلطة المستقلة التي عملت عليها الجزائر أوضحت على أنها على الأقل من حيث الأرقام فهي قدمت أرقاما صحيحة حسب الدوائر الغربية وبالتالي فمحاولة الوصول إلى كسب الثقة بالنسبة لهذه السلطة سيسمح بانتخابات مبكرة وهذه الانتخابات قد تكون متوفرة على كامل الشروط خصوصا أمام الدعم الفرنسي الأمريكي من جاه وأمام هذا التعاون المحتمل بين الجيش الجزائري وما بين الأمريكيين والفرنسيين في مالي واليوم نعرف جيدا على أن الفرنسيين استخدموا كامل قوتهم بين قوسين بشكل مكثف باستخدام الميراج ضد المقاتلين لموتوا ضد دراجات نارية كثيفة في مالي للإسلاميين أو الجهاديين وهناك دمرت عن الآخر باستخدام الميراج الميراج اليوم الدرون والميراج يعني أننا أمام اكتساح كبير جنوب الجزائر وبالتالي هناك تفصيل شديد باتجاه الدعم المباشر للجزائريين والأمريكيين في هذه المشاركة الثلاثية من أجل تحقيق الأهداف على صعيد براخان وعلى مستوى براخان بالأساس وهذا ما يسمح أن تعود الجزائر أقوى إلى الجانب الموريتاني وهذا لديه تفصيل آخر وحساب آخر يريد الجزائريون ربحه أيضا في هذه الاستفافات الجديدة المهم أن الانتخابات المبكرة هو اتفاق بين ماكرون وترامب وهذا ما يعول أن يصل إليه المتدخلون بدعم أوروبي هذا ما عندنا اليوم شكرا جزيلا وإلى اللقاء